اشتركوا في القناة اعتقد انه اذا كان لدينا مدة سنتين للتنظيم لكان بامكاننا الاستفادة بشكل افضل من مزايا كأس العالم ولكن تسعة اشهر هذا ضيق جدا وعندما نعمل في اطار جدول زمني ضيق مثل هذا نؤمن بعض الاشياء لقد تم تصغير عدة مشاريع بسبب نقص التمويل المنظمون لم يحققوا حتى الان هدف باية 500 الف تذكرة تذاكر لا تتوفر الا في بعض المحلة الكبرى وعلى شبكة الانترنت والاثنان يعجزان عن جذب المشجعين التاريخيين كما تكافح جنوب افريقيا ايضا للحصول على التمويل فمن جهة الرعاة كأس الامم الافريقية اقل اثارة لاهتمام من كأس العالم لذا اضطرت جنوب افريقيا الى الاحتماد على الاعانات العامة والتي لم تصل قبل ديسمبر كانون الاول النتيجة لم يتم تحقيق الا الهدف الاول اي ضمن سلامة اللاعبين والمتفرجين ليس هناك تهديد كبير ولكن بالطبع لدينا وكلاء لرسل التحركات على الحدود لدينا ايضا وكلاء لمراقبة حركة الحشود واجهزة السلامة في الطريق ومع هذا يأمل المنظمون ان يجري الحدث في الظروف الجيدة نفسها التي عرفتها نهائيات كأس العالم لعام 2010 ويجب على هذا النجاح بسرعة ان يمحو الانتقادات التي وجهت قبل تنظيم تلك المباريات ترجمة نانسي قنقر